العملة اليمنية تشهد تحسنا كبيرا في أسعار الصرف مقابل العمولات الأجنبية والأوضاع الاقتصادية تتعافى يوما بعد آخر بسبب الإجراءات والتدابير الحكومية وعقب تدخل المملكة المباشر به داعي أكثر من ملياري دولار أمريكي في خزينة البنك المركزي إلى جانبي أكثر من مليار دولار أمريكي من المملكة والإمارات والكويت إضافة إلى المنحة النفطية المقدمة شهريا لليمان كل ذلك لم يرق الميليشيا الانقلابية حيث دفعت بجهات مصرفية موالية لها إلى العودة مجددا للمضاربة الغير مشروعة بأسعار العملة في مسعى منها للإضرار بالاقتصاد اليمني البنك المركزي اليمني في عدن أصدر تحذيرات شديدة لهجة إلى شركات الصرافة المخالفة أكد فيها أنه سيتخذ بحقها الإجراءات القانونية الرادعة وخاصة في ظل حالة الاستقرار الاقتصادي والمالي واستمراره في تغطية طلبات التجار من العملة الصعبة من الوديعة السعودية ارتياح شعبي كبير للاستقرار الاقتصادي والمالي الذي شهدته الأسواق المالية والمصرفية واستياء كبير من التوجهات الحوثية المضرة بالاقتصاد اليمني تحصل كبير في سعر العملة اليمنية مقابل العملات الجنبية واستقرار الوضع الاقتصادي بعد الودائع السعودية في خزينة البنك المركزي والمنحة النفطية محمد الحذيفي الإخبارية تعز